ميكرافون للزميل متعب بن جبرين الشمري بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعين العزاء في كل مكان نجدد التحية بكم والترحيبة دائما من أرضية هذا الميدان التراثي ميدان السوال لسبغات الادن العربية الاصيلة بإمارة رأس الخيمة ومع انطلاغتي الختامية الثالث والعشرون لهذا العام ولهذا المهرجان الجميل شكرا للزملاء الذين سبقوني بالوصف والتعليق على الأشواط السابقة وأتواصل معكم في انطلاغتي هذا التحدي وهذا المسار والشوط العاشر المخصص الأبكار لسن الحقائق والمسافة الأربع كيلومتر رحلة وانطلاغتي هذا المسار وهذا التحدي محدثكم متعب بن جبرين الشمري أتمنى التوفيق والنموس لجميع المشاركين وأهني المشاركين بأشواط الرموز أتابع البداية أتابع المركز الأول مشاهدين متابعين العزاء شاهين مع المقدمة شاهين مع القيادة أعمير بن عبد الله بن محمد ألغ فلي مع المركز الأول ولكن ينخطف المركز الأول في هذه اللحظات من شعار المسافري على ظهر شاين مصبح بكاسب بن خليفة المسافري يقتنص المقدمة ويقود هذه الأسماء المركز الثاني شاهين آخر متواجد أعمير بن عبد الله بن محمد ألغ فلي مالك هذا الشعار ويتقدم المركز الثاني المركز الثالث من الجانب الآخر يمعزم يمعزم والمملك لسعيد بن سالم بن علي لوهيبي على المركز الثالث المركز الرابع من الجانب الآخر ملفت يا ملفت علي بن محمد بن سعيد بن حميداع المركز الرابع المركز الخامس يا سلام مستحيل متواجد محمد بن نايع بن سالم النعيم عمستحيل على المركز الخامس المركز السادس أشوف القدوم من الدفاع في هذه اللحظات مشاهدينها متابعين العزاء من مزاحم سعيد بن حمد بن حضير من اكتبي على المركز السابع المركز الثومن يا سلام ضاري يا ضاري مع شعار بن هوامل العامري محمد بن سعيد بن هوامل العامري العامري مع المركز الثامن المركز التاسع من الجانب الآخر شعار الخيارين القادم على ظهر الفهد مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري على المركز الثامن المركز التوسع يا سلام المركز التاسع مشاهدين ومتابعين العزاء منحاش يا منحاش علي بن خليفة بالرشيد السويدي أحد الأسماء العملاق بي هذا العالم الساحر والمثير المركز العاشر أيضا نفس الملكية مياس يا مياس أحمد بن خليفة بالرشيد السويدي أختم بالنداء الأول لرحلتي وانطلاغتي هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير هذه النتيجة نعود مع المقدمة نعود مع المركز الأول ومع قيادة هذا المسار منحاش يا منحاش مع أشعار بن رشيد اخترص المقدمة اخترص المركز الأول بهذا الإبداع الجميل بكل قوة وإثارة ومتعة على الصدارة مؤتميز معاش علي بن خليفة بالرشيد السويدي السويدي متواجد مع المركز الأول مع الإبداع الأول أنتقل مباشرة إلى المركز الثاني أمعزم يا معزم سعيد بن سالة بن علي ألويب على المركز الثاني المركز الثالث الله 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 بدأت الأسماق بالوصول شعال بسافر قادم على ضغط شانب صبح بن كاسب بن خليفة بن سافري على المركز الثالث المركز الرابع يا سلام ميوس يا ميوس أحمد بن خليفة بالرشيد السويدي على المركز الرابع والمركز الخامس أمزاح متواجد سعيد بن حمد بن حضير من اكتبع المركز الخامس هذه النتيجة للمركز الخامسة الأولى المسيطرة على مقدمة هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثل يا سلام أعود مع المقدمة أعود مع إشعار بن رشيد الله 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 سيطرة على المركز الأول والثاني والثاني عاشق سيالة شاهين المميز بجميع الانطلاقات وجميع التحديات الكيل الأخير الكيل المثير دائما لدى الملاكي ولدى المضمرين جولة الوامر وجولة التحركات والتكتيكات والسرعة الفائقة حرك اللي متحرك وروح اللي متروح ولا زال أبو الرشيد مع المركز الأول حتى هذه اللحظات منحاش يا منحاش يرقص طربا على مقدمة هذا المسار على منحاش يرقص طربا 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 على منح أعود مع المركز الأول أعود مع بن رشيد الله 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 أحد الأسماء العملاقة أحد الأسماء المميز في هذا العالم الساحر والمثير عاشق سالس شاين متميز مع المركز الأول مع الإبداع الأول من حاش يا منحاش مع المركز الأول مع القيادة الأولى ولكن مياس مياس يا مياس الأسناد متواجد من مياس عبد الخليبة بن رشيد السويدي ولكن حذار يمنبعزم مع أشعار الويبي المركز الثوني ولكن ولكن بالرشيد يا أبو الرشيد سلام جميلة السلام والسلام لمالك بالرشيد عن تزاع ناموس هذا المساء و النقطة الثانية بهذا المساء الجميل تهانينة والناموس لمالك مياز أحمد الخليبة بالرشيد السويدي و عمز المركز الأول المركز الثاني كان وصول معزم سعيد بن سالب بن عيرويبي المركز الثالث كان وصول علي بن خليفة بالرجل السويدي مع عامل حاش المركز الرابع كان وصول عارض محمد المطر بن زايد المنصوري المركز الخامس كان وصول مشاهدينها متابعين العزاء ظاري والمملوك لمحمد سعيد من هويمل العامري هذه النتيجة مشاهدينها متابعين العزاء التوقيت الزمني لمياز 6 دقائق في منثواني 16 جزا من الثانية تعاني والناموس لملك مياز احمد بن خليفة بالرشيد السويدي وتهانينة لبرزاح الاني مركز الثاني معزم مع علوهيبي 6 دقائق 9 ثواني 7 جزا من الثانية تعاني والناموس لملك معزم سعيد بن سالة بن علوهيبي وتهانينة لملك منحاش ست دقائق 9 ثواني 24 زمن الثانية تهاين وناموس لمالك منحاش علي بن رشيد السويدي وتهاين الجميع الفائزين بهذا المساء الجميل